بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في التعابير و كيف يتم حساب قيمة و كيف يتم حساب قيمة ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا أن الوبراتور اللي عندنا هم الوبراتور اللي شفناهم هم هم الخمسة أوبراتور الضرب والقسمة و باقي القسمة و قلنا أن هؤلاء أولئتهم أو البرسيدنس حقهم متماثل أو متشابه أو متكافئ و البرسيدنس حقهم أعلى من البرسيدنس حق الوبراتور الجامع والطرح و معنى الشي هذا أنه لو جانا خمسة زائدا ثلاثة في أربعة أولا نقوم بعملية الضرب بعد كده نسوي عملية الجامع فنقول أول ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة في اثنى عشر زائدا خمسة و تطلع الناتج اللي هو سبعة عشر لكن لكن ماذا لو كنا في المثال هذا مثلا نبغى أنه يكون طبعا هذه عملية الضرب هنا نبغى أنه يكون أنه يكون الجمع له أولوية على الضرب يعني نبغى أول نجمع خمسة زائد ثلاثة بعد كده نضرب في أربعة طبعا بكل بساطة نضع العملية بين أقواس دائما الأقواس لها الأولوية العليا فمجرد أنه وضعنا العملية بين أقواس مباشرة خلونا نكتب الإكسبرشن مرة ثانية خمسة زائدا ثلاثة في أربعة بما أنه وضعنا بين أقواس إذن أول نحسب خمسة زائد ثلاثة اللي يساوي ثمانية بعد كده نضرب في أربعة يطلعنا الناتج أربعة وعشرين خلونا نشوف مثال ثاني على أقواس نفرض أنه عندنا مثلا واحد زائد اثنين في ثلاثة زائدا واحد زائدا اثنين في ثلاثة كم ناتج العملية هذه؟ أول شيء زي احنا قلنا في المرة السابقة نبدأ بالأوبريتورز اللي دايما إذا جينا نحسب نروح نشوف أوبريتورز الجمع مضبوط لكن الآن بما أن في أقواس مزين؟ أول شيء نحسب قيمة الأقواس نعيد كتابة الإكسبرشن هذا بعد حسابة قيمة اللي بين الأقواس فالقيمة واحد زائد اثنين هي ثلاثة فإذاً راح نكتب نفس الإكسبرشن هذا نقول واحد زائدا اثنين في ثلاثة زائدا ثلاثة في ثلاثة إذاً عدنا كتابة الإكسبرشن هنا بعد ما حسبنا اللي بين الأقواس الآن بما أننا راح نشلنا كل الأقواس دائما نعرف أن الأولوي للضرب على الجمع فبالتالي نعرف أننا راح نسوي الضرب قبل ما نسوي الجمع فنقول أننا راح أولاً ننزل الواحد زي ما هو ننزل الجمع زي ما هو مزين؟ نقول أننا أولاً راح نحسب اللي هنا ونحسب اللي هنا بعد كذا نجي العمليات الجمع هذه هي الفكرة لو جينا نحسب الشيء هذا راح نقول أثنين في ثلاثة بستة وثلاثة في ثلاثة تسعة وواحد زائد ستة زائد تسعة يعطينا سبتاش مزين؟ فإذاً انتبه للطريقة اللي أنا أستخدمها في حساب الإكسبرشنز لتفادي طبعاً أو للتعامل مع البريسيدنز حق الأوبريتورز دائماً ننزل الأوبريتورز اللي لها أقل بريسيدنز مزين؟ فمثلاً هنا نزلت الأوبريتورز الزائد الجامع زي أن نزلتها كما هي لأنها هي الأقل بريسيدنز بعد كذا قمت بالجامع بعملية الجامع فقلت عفواً قمت بعملية الضرب اللي هنا حسب 2 في 3 3 في 3 فقلت 2 في 3 بستة 3 في 3 بتسعة بعد كذا قمت بعملية الجامع إذن لاحظني أنا لا تتلخبط هنا نزل الأوبريتورز اللي لها أقل بريسيدنز وبعد كذا احسب الأوبريتورز اللي أعلى بريسيدنز ثم احسب اللي في الأوبريتورز الأخرى زي طبعاً وبشرط أنك تكون مخلص من الأقواس إذن دائماً نخلص من الأقواس أول زي طيب خلو نشوف مثال آخر ويكون مثال معقد شوي لعلنا إن شاء الله نشوف كيف العملية طبعاً قد يكون يعني 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 إحنا نختلف في المواهب في القدرات العقلية فقد يكون يعني مثلاً بعض منكم إنه لما يشوف لهذه يفهمها يعني بسرعة وما يحتاج إنه التفصيل هذا فإذا كنت ما تحتاج تحسي نفسك إنك تتحسبه ما يحتاج تسوي شي هذا أو حتى شخص مع كثرة البرمجة يعني يكون واضحة العملية له بشكل يعني خلاص يتعود عليها فما يحتاج تفصيل هذا هذا التفصيل فقط إذا كنت حسيت إنه يعني في صعوبة شوي في العملية يعني متعبة شوي لك فحاول تتبع المنهجية هذه في حساب إلي أنك تتعود عليها طيب خلو نشوف مثال ثاني يكون أكثر تعقيد شوي ونشوف كيف نطبق عليه نفس الفكرة اللي أنا طرحتها هنا لتسهيل عملية حسب الـ precedence خلونا نكتب المثال التالي خلوني أكتبه باللون الأصفر خلو أول شيء المثال هذا نبقي لهذه عشان تذكر الأولوية دائما أن الأولوية للجلل ضرب القسمة والمد نقول هنا عندنا المثال هو 30 مد 9 زائدا 19 مد 12 ناقص 2 طبعا بين قوسين ديف ثلاثة مد 2 طيب كيف الآن نحسب المثال أو الـ expression هذا كيف نسوي له Evaluation زين أول شيء دائما انتقل للأقواس زين فإذا خلو ننزل المثال كما هو لكن بدون أقواس بعد حسابه بالأقواس فإذا نقول 30 مد 9 زائدا 19 مد بعد كده هذا هو القوس اللي عندنا طبعا زين 12 ناقص 2 بعشرة ديف ثلاثة مد أثنين زين فإذا أول شيء نزلنا الأقواس الآن الخطوة التالية خلو نستخدم بلوان ثاني نزل الزائد زين الزائد والناقص مضبوط ونقول أنه راح نحسب اليسارهم راح نحسب اليسار هنا راح نحسب اليمين هنا واضح؟ طيب خل مثلا خل نزيد يعني خل أبغى زيد هنا مثلا ناقص مثلا ثلاثة مثلا فإذا نزلنا هنا نقول ناقص ثلاثة هنا ناقص ثلاثة فإذا مباشرة قلنا دائما نزل الزائد والناقص فإذا راح نقول ناقص ثلاثة طبعا ما حطيت هنا مربع لأنه ما يحتاج حساب الثلاثة نفسها الثلاثة فما يحتاج الآن عندنا اثنين هنا راح نحسبهم هذا المربع الأول ومربع الثاني المربع الأول هو خلو حتخط عشان ما نتلخبط زين ونستخدم بلوان ثاني نقول ثلاثة مد تسعة هذا هو المربع الأول المربع الثاني هو تسعة عش تسعة عش مد عشرة على ثلاثة مد أثنين واضح طيب ثلاثين مد تسعة طبعا هذا حل سهل وهو باقي قسمة ثلاثين على التسعة ثلاثين على تسعة فيها ثلاثة والباقي طبعا ناتل سبع عشرين والباقي ثلاثة فإذا ثلاثين باقي قسمة ثلاثين على التسعة هو ثلاثة الآن ننتقل الجزء اليسار إذن هنا ثلاثة هنا راح نحط ثلاثة الآن الجزء اليسار الجزء اليسار عندنا ديف هنا مد وعندنا ديف وعندنا مد زين فإذن كيف نحسب أولا نبدأ باليسرة إذن نبدأ بهذه دائما نبدأ بهذه بعد ما نخلص منها زين خلو ننزل القسمة تقسيم ثلاثة والمد أثنين لأننا راح نبدأ بهذه أول مضبوط فإذن تسعة عشر مد عشرة بقي قسمة تسعة عشرة فيها واحد والباقي تسعة زين برضو الآن كلها نفس الشي ليش طبعا بدينا بهذه اليسار لأنهم كلهم متسوين في البرسيدنس في الأولوية فبدينا باليسار نفس الشيء الآن البرسيدنس ما زلنا متسوين في البرسيدنس زين فإذن نبدأ فإذن راح ناخذ اليسار اللي هي هذه تسعة مد ديف ثلاثة فيها ثلاثة مد أثنين طبعا مد två اللي هي الجزء هذا نزلناه كما هو مد أثنين الآن ثلاثة مد أثنين اللي هي باقي قسمة الثلاثة على ثلاثة فيها واحد والباقي واحد فإذن الناتج هنا عندنا واحد فإذن الناتج عندنا هنا واحد نجي ننزله هنا اللي هو هذا اتفقنا انه هو الجزء هذا عندنا زين فإذا نجي ننزله هنا نقول واحد ثلاثة زايد واحد ناقص ثلاثة يطلع لنا واحد هذا باختصار طريقة حساب الـ expression طيب باقي حاجة هنا وهي لو كان عندنا قوس داخل قوس خلو نشوف مثال على الشيء هذا خلو نشوف expression فيه مثال على الشيء هذا نقول عندنا هنا مثلاً أربعين فيه نفتح قوس نقول هنا مثلاً خمسة عشر ناقصاً ونفتح قوس مرة ثانية ونقول هنا أربعة فيه ونفتح قوس هنا مرة ثانية ونقول خمسة ناقص أثنين نسكر القوس نسكر القوس هذا وباقي القوس هذا نسكره عندنا ونحاول الآن زائداً خمسة نحاول الآن نسوي الـ expression هذا أول شي دائماً زي ما قلنا نتخلص من الأقواس عندنا القوس هذا طبعاً القوس فيه expression سهل حسابه بشكل سريع إذا كان الـ expression اللي جوه القوس صعب حسنا نحاول نتخلص من القواس ننقل الـ expression هذا الوحده نحسب قيمة وبعدين نرجع نحطه مرة ثانية نضع قيمته مرة ثانية لكن الـ expression عندنا هنا سهل فلذلك نرجع نكتب الـ expression كامل مرة ثانية أربعين فيه خمسة عشر ناقص أربعة فيه طبعاً حين نتخلص من القوس هذا خمسة ناقص اثنين ثلاثة نسكر هذا القوس اللي هو هذا هو مضبوط ونسكر القوس هذا هنا زائداً خمسة إذا الآن تخلصنا من قوس هنا لو كان اللي هنا جوه جوه القوس شي معقد يفضل دائماً أنك تنزل الـ expression كما هو والجزء اللي جوه القوس اللي احنا عارفين انه ثلاثة هنا طبعاً زين تحطه على جنب هنا مثلاً تكون خمسة ناقص اثنين بعدين تروح تحسبها تكون خمسة ناقص اثنين مثلاً وتجي تحسبها بنفس الطريقة اللي نحسب فيها الـ expression كأنها expression ثاني كأنها expression الوحده تحسبها واضح تبع خمسة ناقص ثلاثة ثلاثة أو خمسة ناقص ثلاثة زين إذا حسبتها تجي تحط قيمتها هنا تعوضها زين نفس الشيء الآن فكينا القوس طبعاً دائماً تروح للقوس الأعمق زين بما عندك مجموعة القواس دائماً تروح للقوس الأعمق فيهم مضبوط يعني نحن نبغى الآن نحن نبغى نفك الأقواس خلونا نرجع مرة ثانية ما عليش يعني يمكن نحن نبغى نفك الأقواس عندنا هذا القوس زين عنده هذا القوس القوس هذا واضح وعندنا القوس هذا وعندنا القوس هذا مضبوط طبعا واضح انه هذا في وسط هذا وهذا القوس الثاني هذا خلو استخدم الوان مختلفة عشان يكون اوضح عندنا القوس اللي بالازرق هنا زين وعندنا القوس اللي باللون هذا زين وعندنا القوس اللي جوه اللي هو هذا زين اذا دائما عشان نفك القوس الازرق حنا قلنا انه عشان الExpression هذا نحسبه لازم نفك القوس لازم نحسب الأقواس عشان نحسب القوس الازرق واضح انه لازم نحسب الأقواس اللي جواه زين يعني ممكن ناخذ القوس الازرق هذا مضبوط خلو نسوي الشي هذا مثلا انا يعني ممكن تسرعت شوي معلش خلو نعيد العملية مرة ثانية زين خلو نفك الان نبدأ بالقوس الازرق مضبوط فااذا نقول نقول هنا نقول عندنا خمسة عش ناقص أربعة طبعا نفتح القوس هنا في خمسة ناقص اثنين وهذا القوس سكرناه ونسكر القوس حق الأربعة زين الآن هذا القوس الازرق واضح؟ إذا حسبنا القوس الازرق راح نضع قيمته في هذا المكان زين طبعا هذه الطريقة أفضل الصراحة هذه الطريقة اللي أنا كنت أبغاها زين فإذا الآن راح نحسب قيمة هذا حتى نحسب قيمة هذا لابدنا نحسب القوس اللي جوا اللي هو هذا القوس هذا أفضل اللي هو هذا زين نجي نضع نضع خط نقول هنا نقول خمسة ناقص قيمة القوس هذا راح نشوف الآن قيمة القوس هذا نجي نحسبها مرة ثانية زين نقول أربعة في خمسة ناقص أثنين زين نزلناها الآن عشان نحسب هذا لازم نحسب القوس اللي جوا هنا زين القوس اللي جوا طبعا واضح سهل فإذاك ما يحتاج نروح نضع الواحد وفنقول أربعة في ثلاثة زين أربعة في ثلاثة بكم يسوي كم 12 إذن القيمة اللي هنا عندنا 12 قيمة القوس هذا زين القوس الكبير هذا فهذه قيمته 12 مضبوط نجي الآن خمسة ناقص 12 كم فيها فيها ثلاثة إذن قيمة هذا كاملا ثلاثة اللي هو القوس هذا كبير ثلاثة زين الآن صار عندنا زين دائما يقدم الضرب على الجامع بما أن الإكسبريشن هنا بسيط ما يحتاج أن نقول والله أنا بننزل الجامع ممكن نقول كده ننزل الجامع ونحسب الضرب اللي هنا ممكن تسوي يعني عشان أوضح بس على كله أربعين في ثلاثة مية وعشرين زين مية وعشرين زايد خمسة تعطينا مية وخمسة وعشرين وهذا هو الناتج النهائي لل الإكسبريشن اللي موجود هنا إذا لاحظ كيف سويتنا لما جيت سوي evaluation للإكسبريشن قيلت أول شي راح أحسب القوس اللي جو الإكسبريشن أول شي لازم أكتب الإكسبريشن بدون أقواس فإذا أخذ أول شي القوس اللي برع هذا الكبير وأاخذ على جنب هنا كإكسبريشن أخذت القوس الكبير كإكسبريشن زين حسبت القيمة اللي جو أجيت أحسب القيمة اللي جوا القوس الكبير هذا كأنه expression الوحده يعني كأنني أبدأ من جديد الآن زين expression هذا فيه جواه قوس مضبوط اللي هو يبدأ من هنا وينتهي هنا مضبوط إذن أطبق أخذ القوس هذا الحال وأحسبه لوحده مضبوط أخذت القوس هذا اللي هو 4 فيه 5 ناقص 2 جيت أحسبها الآن مضبوط فيه قوس جواه أخذ القوس هذا وأحسبه لوحده بس طبعا بما أن القوس هذا سهل جدا ما يحتاج روح أحسبه لوحده مباشرة نزل قيمته 5 ناقص 2 ثلاثة هذه ثلاثة الآن أبدأ أحسب 4 فيه 3 بكم 12 أجي أشيل 12 اللي هي قيمة هذا كامل وبدلها مكانه هنا زين فإذن هذه 12 نزلها هنا وال15 هنا 15 ناقص 12 فيها ثلاثة أخذ القيمة الناتج هنا فيها ثلاثة زين أخذ الثلاثة الناتج هذه وروح أحطها مكان القوس لما شلته من هنا زين فإذن هذه الثلاثة الآن عندي expression بدون أقواس بما أن عندي expression بدون أقواس إذن أنزل مباشرة أنزل الجمع أول شيء زين أنزل الجمع وبعد كذا الجمع والطرح طبعا زين لأنها هي الأولوية أقل الأولوية لازم نحسب الضرب القسم قبل مضبوط فإذا ننزل الجمع حالها أقوم أحسب الضرب 40 في ثلاثة 120 بعد كذا أجمعها على الخمسة تطلع النتيجة 125 أرجوني يكون الطريقة هذه واضحة حاول تحل أمثلة إضافية بكل بساطة حتى تتأكد يعني حلك صحيح مثلا أنا الآن لو بغيت أتأكد هل حلنا هذا صحيح ولا لا ممكن أروح للإكليبس واللي يسوي في الإكليبس هو بالضبط الشي التالي أكتب بكل بساطة أكتب system.out.println وبعد كذا أضع هنا الـ expression اللي عندي زين مثلا هنا الـ expression 40 في 15-4 في 5-2 زائد 5 زين خلو نحاول نكتبه 40 في نفتح قوس 15 ناقصا 4 في 5-2 زين نفتح قوس 4 في ونفتح قوس هنا 5-2 زين إذا تذكرون بعد كذا نسكر الأقواس نسكرنا الأقواس هذا مضبوط الآن طبعا عندنا هنا وفرب الأقواس فسكرنا القوس هذا زين الآن نسكر القوس 15 زين بعد كذا بقنا زائد 5 وهنا زائد 5 الآن نحفظ البرنامج ونقوم بتنفيذ البرنامج خلونا نسوي عملية تنفيذ البرنامج فنقول run as java application وخلو زين ما تشوفون لو نشوف هنا فلو بس أصغر الشاشة شوي أشان نضح لكم الناتج تلاحظون أنه الناتج هو 125 هذا هو الناتج 125 وأتمنى نعم هو فعلا الناتج اللي حسبنا إذن حسابنا صحيح هذا هو الناتج أرجو أن نكون طبحت الفكرة حل مزيد من الأمثلة أضع عقواس استخدم كل الأوبريترز الجمع والطرح والضرب والقسم كل الأوبريترز اللي عندك وشوف الناتج حلها بيدك بعد كذا تجرب في الإكليبس عشان تتأكد أنه حلك صحيح